في الوقت الذي شكت فيه المملكة العربية السعودية والقيادة السعودية على رأسهم الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان من المفاوضات التي كانت قد عشتها الولايات المتحدة واتفاق 2015 النووي مع إيران ودعوة المملكة العربية السعودية إلى إشراك الدول المتضررة من إيران في المفاوضات المقبلة في هذه الأثناء إسرائيل توجه صفعة جديدة إلى بايدن الصحفي الكبير مايكل جودوين وجه انتقادات غير مسبوقة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مقالة على صحيفة نيويورك بوست أرسل الصحفي مايكل جودوين سهمه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحت عنوان وسائل الإعلام تهتف بالعودة إلى الصفقة الإيرانية الفاشلة مقالة رائعة تتحدث خصوصا عما حدث في إيران بخصوص الانفجار الذي وقع في منشأة نووية إيرانية وموقف إسرائيل الغاضب من الرئاسة الأمريكية الحالية وقال الكاتب زعم عنوان الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تاعمز الاثنين حول الانفجار الذي وقع في منشأة نووية إيرانية رئيسية أن الهجوم قد يضر بجهود إعادة اتفاق 2015 النووي مع إيران ويوم الثلاثة أيضا على الصفحة الأولى أعلنت الصحيفة أن دور إسرائيل في انفجار إيران يلقي بظلاله على المحادثات النووية الأمريكية وقال الكاتب إليكم وجهة نظر بديلة لا تزال التايمز تشرب الكولايد بأن الاتفاقية النووية الإيرانية الأصلية كانت ناجحة وتستحق التوفير وبين قوسين هنا شرب الكولايد هو تعبير شائع الاستخدام في الولايات المتحدة ويشير إلى الشخص الذي يفكر بفكرة محكوم عليها بالفشل وخطرة بسبب الاحتمالة الضئيلة للنجاح وهي غالبا ما تحمل دلالة سلبية ولكن يمكن أيضا استخدامها بقصد السخرية والفكهة وذلك عندما يتقبل الشخص فكرة لا يؤمن بها أو يغير من مبادئه بسبب الشهر أو الضغط الفردي أو شيء آخر ووصل الكاتب هجومه الذي على الصحف الأمريكية التي تسند الرئيس الأمريكي جو بايدن خصوصا بالنسبة للصفقة الإيرانية والتي لا بد من التأكيد على أنها فاشلة منذ البداية ويقول الصحف تقول أنه توجد الآن فترة زمنية قصيرة للرئيس بايدن للتوصل إلى اتفاق جديد والسبب أنه قد يذهب المعتدلون الإيرانيون بحلول الصيف نتيجة للانتخابات قد لا يرجعون ربما وقد يأتي المحافظون آه نعم المعتدلون الإيرانيون يصخر الكاتب ويقول وحيدات القرن التي لا يرها إلا اليساريون المتضاربون لذلك دعونا نسرع ونعقد صفقة أي صفقة مهما كانت التايمز بالطبع تنشر الكثير من الهراء والذي يتم تجاهله بأمان ولكن هذه المرة تغني في وآم مع الرئيس بايدن الرئيس حارس جدا على الانضمام للاتفاقية التي سخر منها الرئيس دونالد ترامب بحكمة لدرجة أنه على استعداد للمساعدة في إلقاء اللوم على إسرائيل في تخريب منشأة تحت الأرض في نطنس مع التكهنات الأولية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تعاونت في الهجوم كما حدث في هجوم إلكتروني في عام 2010 كانت قد تعاونت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لكن هذه المرة سرعان ما نفى البيت الأبيض أي دور له في العملية مما أدى إلى إقصاء جميع أجهزة الطرد المركزي وقال السكريتير الصحفي جين بيساكي الاثنين الولايات المتحدة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال هناك الكثير من الغموض الدبلوماسي المعتاد الذي من شأنه أن يحمي حليفا ويمنح الولايات المتحدة مزيدا من المرونة عندما يتم استجوابها في المستقبل حول العملية السرية لكن من الواضح أن بايضا ليس لديه مصلحة في حماية الدور المحتمل لإسرائيل على العكس من ذلك فقد لاحظ بطرق عددة أن احتضان أمريكا الكامل للدولة اليهودية التي تمتعت بها في سنوات ترامب هو أصبح جزءا من التاريخ وذهب بلا رجح وزاد الكاتب بالقول في الواقع توضح جهود الانفصال عن إسرائيل وجذب إيران إليها كيف أن بايضا مصمم على بث حياة جديدة في السياسات الخارجية لإدارة أوباما وبايضا حتى الإخفاقات أهمها تصوير إسرائيل كعقبة أمام السلام أكثر من كونها صديقا وحليفا فريدا للولايات المتحدة وأضاف بالنسبة لاتفاقية أبرهام التحالف التاريخي بين إسرائيل وأربع دول إسلامية لم يستطع المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية حتى أن يقول الاسم الرسمي للاتفاقات لو أعيد اتخاب ترامب من المحتمل أن السعوديين أيضا كانوا سينضمون للاتفاق لكن ماذا فعل الرئيس قطع دعمنا العسكري لحرب المملكة في اليمن ضد الحوثيين وهي جماعة إرهابية تهاجم حقول النفط في السعودية وماذا فعل أيضا بدأ إدارته بإهانة ولي العهد بالقول إنه سيتحدث إلى الملك فقط متابع الكاتب بالقول يقدم الحوثيون أنفسهم نافذة على أولوية بيضن الغريب على الرغم من أن أو ربما بسبب أن الحوثيين يتم تمويلهم وتسليحهم في الغالب من قبل إيران فقد أزال التصنيف الإرهابي الذي فرضته أو فرضه ترامب على الجماعة في الأيام الأخيرة لإدارته كان تصرف ترامب صفعة لإيران هدية للسعودية وقد عكس بايد ذلك مرة أخرى فلماذا؟ أتبع بالقول ومع ذلك فإن توقيت انفجار نتانز مهم حيث يأتي مباشرة بعد الجولة الأولى من اجتماعات المفاوذين الإيرانيين والأمريكيين مع افتراض الكثير من الصحافة الإسرائيلية أنها كانت عملية للمصال يبدو أن الطايمز وبيضا قد خلصتها إلى أن الهدف هو إحباط التقدم الذي قد يؤدي إلى اتفاق نووي جديد ترجمة نانسي قنقر